السلام عليكم اصدقائي العزاء مرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد وليومه حلقة مشوقة من مسلسل المكتوب كيف مجبت اخوتي ومن طولش عليكم إذا كنتو اول مرة كتزوروا قناة ما تنسونا شمال لايك والباختاش باش دائما يوصلكم الجديد هاد الحلقة مشوقة والأحداث شيقة بزاف تبعوها واذي تعرفوه غنكشف لكم اليومه واحد الحويج جداد في مسلسل المكتوب غادي نبدأو شكون الباتول غا تقع في قصة حب غرامية غا تبغي واحد الشخص ايضا غنكشف اليومه الحقيقة ديال عمر صغير اللي هو في الاصل ره معطاوي حر وغادي نشوفو ميلود اللي غادي اكتشف تلاعب جميلة في الحسابات وايضا غادي نشوفو الحب اللي غادي وكيكبر بين ساليمة وبين علي وايضا المشاحنة بين هند ومارت يوسف اللي غا تقولها خطفت الرجالة بعدي من راجلي فاخوتي اخوتي دائما لايك والتعالق زوينة ديالكم والتوقعات بخصوص مسلسل المكتوب ونبدأو على بركة الله وكيف ما بقيت في اخر حلقة لمسلسل المكتوب انه هو انه محجوبة غادي ترجع للرباط ثم غادي تمشي عن حليمة لدارها القديمة وغادي تلقى بيها الشيخة حليمام اللي غا تشوف محجوبة غادي تفرح وغا تسولها يكما قلتي شي حاجة غا تقول لها لا را ما تلقيت معتها شي حاجة غا تقول لا ما تتيقيش في الباتول هذي كلا غير بغا تشتط ليشمل وبغا تنتاقم مني وغادي تقلص مع الشيخة حليمة شي ايامات في دارها للمعلومات فمحجوبة جايبة وجايبة معها بزفت الاسرار من ضمن الاسرار هو انها هي اللي عاطية هيند الشيخة حليمة بشر بباتها وايضا هي اللي جايبة لها عمر المعطاوي صغير حتى هو تربي زائد ان محجوبة هي عارفة شكون ببات هيند يعني العائلة الحقيقية ديال هيند وايضا عارفة العائلة الحقيقية ديال عمر صغير واللي عمر صغير هو في الاصل حتى هو فهو عمر معطاوي قح ايه ماشي من هيند ولكن معامن غادي تشوفوا اخوتي وخوتتي في الحلقات القادمة شكونة هي الام الحقيقية اللي والده المعطاوي الصغير في الحفقة السابقة ان ميلود غدي ينقشي للدار وهنا وتماه عاني شو جميله وغاديا يسام، ما غاديش هحمل دارها ولهي حميل جميله في دار هن هنا ولوغادي باقي يقلب عليه وسيقوم بها غير علي السبب entrepreneurs ولكن ما غاديش يطلع لها الدم في الحين ما غادي بداي بداي يراجع ميلود الاوراق ديال الحسابات ديال دار listening will bring me into my head in the sand ناقصة وغادي عاونو حامد في هاد القضية اللي غادي قول لي هرا اللي كي يشفر وكي يختلس هي جميلة وهذا هو اللي غيكون من احد العوامل والاسباب اللي غادي يترضو منها جميلة ميلود من اللي شد دار لهنا غادي غير بزاف تلحويش من اهمهم هو انه غادي حيد الشيخات من دار لهنا وبهكا غادي يولي الكليان قليل في دار لهنا وغادي تولي المداخل ديال دار لهنا مداخل ضائلة الشي اللي غادي يطيح دار لهنا في السيزي الشيخة حليمة ما دارياناش ومعارفاش ميلود غادي اشخنو كيدير ولكن في اللخر من اللي غادي فيه قد يتقولي اش هاد الشيخة ميلود غايقول لها دخلي سقراسك حنتي يا مرت الراجل وهاد الشيخات انا من زمان وانا مضارب معاك بانك ما يكونوش وهانتي رجعتي ليهم المهم حالف ميلود بحلوفو حتي يحيد الشيخة حليمة تشياخت سواء من دار لهنا ومن عقلها اما اخوتي بالنسبة الباتول فالباتول كيف ما شفته المعاملة الزوينة ديال ميلود غادي يخليها انها تولي اما اخوتي بالنسبة الباتول فالباتول غادي نشوفوها انها ولات كتميل ميلود وولا كيعجبها خصوصا لذيك الهضرة الزوينة دياله والتعامل كيفاش كي يتعامل وغادي تولي تغير من زهراء ومن اه الشيخة حليمة اعلق بالميلود لانها حتى هي غادي تتغرم بي وغادي تولي تبغي خصوصا انها غادي تشوف راسها الخطة ديالها ملف عبوالو وانها فيما كتدير شي خطة كتلقاء الشيخة حليمة واقفة لها بالمرصاد هي ما غاديش تنازل وغاديش تبقى تابع الشيخة حليمة وما غاديش تفاكش معها وفي نفس الوقت غاديولي اعجبها ميلود بالنسبة الحاميد حاميد ما غاديش يعطي لتي ساعة السالمة وغادي نشوفه في الحلقات القادمة غادي تهجم عليهم في الدار بالنسبة الناسي ما والسالمة غايدخل لهم من الدار وغادي جروع لي غايقولي سير بحالك ولا غادي نجيبولك البوليس وغاديولي ادي محاضيها وباغي باي طريقة يفرقها على علي علي اللي كيشوف انه اخداليه بلاستو غادي نشوفو اختي وخواتاتي يوسف غادي رجع الهيند وغادي يقولي عليك الشيرا كله كذوب وانا را باقي تنبغيك وما مستغنيش عليك ونضحي بحياتي على قبلكي انك انتي الوحيدة اللي كان بغيك ولكن في نفس الوقت ما غاديش يبغي تخلى على مرتوه ما غاديش بغي يطلقها علاق بالولده غادي نشوفو ممرت يوسف غادي تجي عند هيند وغادي تتخاصم هي وياها وغادي قولها بعدي من راجلي اخطفت الرجالة هاداك راها راجلي وانا را عندي معاه الولد وعندي معاه الولد التاني جاي في الطريق غا تعاود تاني هيند مسكينة ما كتجي تفرح فرحة تكتلقها غمه قدامها هيند اللي المكتوب ديالها هو فقط بكاء ودموع وقلم ومعمرها مفرحات كي كتفرح كتكسر في الغد لي كتفرح نهار وكتحزن مية عام غادي نشوفو فاطمة غادي دخل في شجارات كبيرة بينها وبين دريس دريس اللي غادي يقولها فيقي من القلبة هاداك راها ماشي ولد عمر المعطاوي فيقي من القلبة هاداك راها ماشي ولدك ولكن لا حياة لمن تنادي غادي يقول لي هاشدوك من اليد اللي كتوجعك فيقي راشنهار غادي يدولك الدري ولكن فاطمة تعلقات بالدري والتحجة مكسبة لها من غير عمر صغير ورق ومستعدة الضحي بالغالي والنفيس على عبر لقب العمر صغير ورق وهنا ندوزو اخوتي اخواتي لبعض الاحداث من الحلقات الاخيرة كيف ما قلت لكم انه غادي تشفو انه عمر صغير هو فعلا معطاوي حر وانه فعلا ولد عمر المعطاوي بالاضافة غادي نشوفو هند غادي سعيط عليهم كاملين وتقول لهم اتلقوا في الفيلا وغادي جمعهم كاملين باش كل واحد غادي تكشفو على حقيقة لان انت واحد ما بغاهين فقط كل واحد وعلاش بغيها على قبل مصلحتها الام ديالها اللي مزيدها اللعافية وما كتصوقش لها فقط من اجل فلوس المعطاوي اه ميلود اللي حتى هو جاء ودخل وبغي يسمح فمرته غير على قبل اه انه الفلوس يعني حتى هو طلع يعني كيمة نقوله اه فقط هو طلع طماع رغم ان الظروف دياله خيبة لانه في اللخر ما غاديش دلاتي تي لحب الملوك غتخلى عليه الشيخة حليمة وغتخلى عليه اه ايضا زهرا زهرا حتى هي اللي غادي تنتقب منه اشد انتقام فقط لانه خوا بيها من بعد ما وقف اسمها عشرين عام ودارت ليه الوراقي ولكن مع اول استيضام ما عقلش عليها غادي نشوفو عالي غادي قدم اه الخاتم الخطوبة السليمة اللي غادي تقبل وغادي تبغي تزوج به غادي نشوفو ايضا ناسيما غا ترجع على اه تصرفات ديالها وغا تدير عقلها وما غا تبقاش كيف ما كانت غادي نشوفو المهدي اللي غادي تحطم واحد تحطيم خيبة خصوصا من اللي غا يشوفو هند كتموت قدامو لانه كيبغيها وما زال كيبغي معمرو ما غادي نساها غا نشوفو الشيخة حليمة تيلي غا تنكاصر واحد الكسرة خيبة زائد انها غادي تدخل السجن بسباب هاد الشي اللي دارس خوتي واخواتتي كانت هاده توقعات لمسلسل المكتوب نتمنى ايضا تخلو ليتوقعات ديالكم وما تنسونيش من تعاليق زوينة ديالكم اللي كتفرحني خليتلكم الراحة وانتلاقوا فيديو جديد اكيد في امان الله